السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هقدم لكم يونت تن الوحدة العشرة في منهج صف الثالث الاددي عنوان الوحدة بتاعتنا بيقول لي traveling for work traveling for work نبدأ كده بسم الله sleeper train meeting scenery carriage single tickets destination booking return tickets sleeping core first class economy second class station traveling wait journey way online future event timetable prepare neighbors final prediction predict reality decisions comfortable assistant description mountains rivers natural event restaurant carriage discuss later hotel room call call arrange midday promise ملاحظين ان عندي فيه بعض الكلمات جنبها ما بين كسين فيه in وفيه v وفيه edge وفيه adve hill يعني الكلمات دي كلها u retrou i ול uh وبنلاقي جنبه دي او اي دي اه يعني ان دي افعال الماضي منها بينت بنضع له اي دي او ال اي دي في الماضي اه وعندي الاج اخسر لكلمة اجكتف سم احنا شايفين كده و الادفر اه اخسر لكلمة الادفر يعني الحال عندي السيتز كيرو أليكزاندريا لقصر portside سوز اسوان words and definitions انشوف المعاني والتعرفات بدعة الكلمات destination means the place you are traveling to scenery mountains rivers or other natural things that you can see carriage part of a train اللي هي العربية الاطر meeting an event when people meet to discuss something booking اللي هو الحاجز arranging for something you want later return tickets tickets for a journey to a place and back again عفوا economic loss for less money لدرجة اقل او اللي هي الدرجة الاقتصادية conjugation of verbs اللي هي تصرفات الافعال leave left left put down put down put down wake up woke up walking up mean meant meant choose choose chosen words and objects الكلمات we عكسها busy مزدحم عكسها empty leave عكسها arrive stop عكسها go language notes بتاعت الدرس بتاعنا عندي كلمة busy معناها مزدحم او مجغول busy هنا ممكن استغن كصفة وبيجي بعدها فعل مصدر زائد ING ممكن استغن كصفة وبيجي بعده فعل زائد ING زي he is busy doing his homework هو مشغول بعمل الواجب بتاعه sleeper train و sleeping core sleeper train ده الكطار الكامل مخصص للنوم وفيه اماكن للنوم اما sleeping core ده عربية داخل القطر مخصصة للنوم arrive وريت وجد arrive بيجي بعدها حروف جار IN أو AT arrive IN يصل الى مكان كبير زي بالمثال الموجود the train arrived in Alexandria at 10 p.m arrive AT يعني يصل الى مكان صغير زي المثال اللي بيقول the traveler arrived at cairo airport at 7 am واحنا ملحظين ان هيجي مكان كبير زي كبير او دولة مدينة كبيرة او دولة arrive AT عندي مكان صغير زي قرية او مدينة صغيرة او مدرسة او مطار عندي كلمة reach reach اللي هي يصل بس لا تأخذ حرف جار جدتو بيصل الى مكان لكن بصعوبة وبرضو هنا جدتو براه اسم المكان meeting وinterview interview معناه مقابلة شخصية او حديث صحفي meeting معناه اجتماع اللي هو الناس بتتقابل عشان تناقش حاجة معينة آآ كلمة single وكلمة written single لها معانين معنى اعزب اللي هو really enjoying يعني آآ آآ غير متزوجة سن calculations a placing معناها تذكرة زهاب فقط a clarifying return باستخدم مع وسائل المواصلات. كلمة باي باستخدم مع وسائل المواصلات بدون اي فواصل. اما لو وجد فواصل باستخدم مع الوسائل الكبيرة او اللي بتركب بتركب من فوق زي الحصان او الدراجة او الجامل. اه بقول معهم ان ذا اسم اه بتاع فاصل زي الا او الان او الماي اه هنا اما لو اه وسائل صغيرة زي الكار والتكسي بجيب حرف الجر ان. الامبورتان اكسبريشنز and prepositions عندي انا سليبر لي ما في Süying Subtitون. يجب ان تخانبا سليبر اي افضل اسمف او مواصل上 الشوارن الكبيره او見て همrà تحدث جدان استفدال استفدال استشعال لهم الاستفدال ا dez션 است و القبر في هذه الن주 فوق. يجبнего معارض اون استفدال است أرامبهم او في او تصدقات مي كانت ت radiant نصيبAR تشعال لهم استخدام سليبر او انظام kommido بدخما bridge دخولジャري بل شبع حالة او frank الحر معانا الاستراكشور ازاي نستخدم الازمنة في الحديث عن المستقبل انا عندي اربع ازمنة اساسية ممكن استخدمهم للكلام عن المستقبل ممكن استخدم يعني المستقبل البسيط اللي هو باستخدم زائد الفعل في المصدر وهنا له كذا الحالة ممكن استخدمهم فيها ممكن استخدمهم في اللي هي قرارات سريعة لما لايك جو برد هنا يبقى انا هغلق الشباك يبقى ده قرار سريع طيب الاول قبل ما نقوم روح للاستخدامات هنتكلم عن التكوين بتاع الفيوتر سيمبو بيتكون من ويل في الاسبات وونط في النفي زائد الانفينت في السؤال عندي نوعين عندي نوع بادات استفهام ونوع بفعل مساعد اللي بادات استفهام هنقول اداة الاستفهام وبعدها ويل وبعدها فاعل وبعدها فاعل في المصدر اما السؤال التاني سؤال مبدوء بفعل مساعدة اللي هو ويل وبعدها فاعل وبعدها فاعل في المصدر وباقي السؤال إيه الاستخدامات بتاعنا عندما نستخدم يبقى ده أول حاجة اللي هي القرارات السريعة تاني حاجة الوعود لما نعطي وعود بنستخدم فيها زائد الفعل في المصدر الـ التنبؤات لكن بدون دليل ملاحظين إن فيه كلمة هنا طالما شفتها يبقى أنا ما عنديش دليل اللي هي الحقائق المستقبلية زي ما أقول اللي هو الطلب من فضلك ممكن تبقوا هادئا الأفر اللي هو العرض اللي هو التهديد يعني ما تغشش وإلا هؤل للأستاذ اللي هي حالة الأولى زي ما نقول عند استخدام زائد الفعل في المصدر ممكن نستخدم الكلمات اللي احنا شايفينها دي tomorrow in the future soon next ومي ملحقتها زي next week أو month أو year صغم برضو مع بعد الأفعال الآتي يعني لو أنا شفت hope think promise be sure expect predict هنا ممكن استخدم will زائد الفعل في المصدر وهنا معناه إن أنا ما عنديش أي دليل للكلام اللي أنا هقول رقم اثنين هستخدم future with be going to هستخدم be going to زائد الفعل في المصدر وبيكون في الجملة المثبتة بيتكون من am و is و are زائد going to زائد الانفينيتيف أما في النفي بنضع نط بعد am و is و are هنا بنستخدم ال لما اكلم عن الخطط المستقبلية طرم أنا عندي خطة با لكن أنا ما نفسر من حاجة بأنا أستخدم ب مثال هنا بيقول لي خطتي هنا أنا هزور عمي في هذا الصيف اللي هي النواية في نيتي أعمل كذا يبقى أنا لسه لم تتحقق النيا ديت بإني أنا فزا و أرد لها مثال we are going to travel by train إحنا هنسافر بلان we have intended إحنا نوينا I'm going to build the house by the night أنا هبني كذا بيت بالقرب من النيل it's my intention وذي نيتي يبقى عندي plans رقم واحد intentions رقم اثنين number three عندي decisions اللي هي القرارات I'm going to sell my car this is my decision ده قراري يبقى عندي الثلاث أفعال الأساسية اللي أنا لو شفتهم أبدلهم be going to اللي هي decide we intend we plan عندي predictions with evidence دلوقتي أنا معي قرار آه آه سوري أنا معي التنبؤ لكن في دليل على التنبؤ ده في المثال اللي معي it's going to rain I can see the dark clouds in the sky يبقى أنا شايف الصحوب السوداء في السماء يبقى ده دليل قوطة إن it's going to rain أما الصفات الشخصية أو السمات الشخصية ما تعتبر شي دليل يعني واحد شاطر واحد سريع واحد زكي دي صفات شخصية لا تعتبر دليل ولا يعتد ولا أستخدم معها be going to لكن بنستخدم will زائد الفعل في المصدر عندي actions which are about to happen يعني الأحداث على وشك الحدوث زي هنا تالت زمن معنا ممكن نستخدمه في الكلام عن المستقبل وهو وبنستخدم ونستخدمه لما أقول أنا خلاص كده نويت وجهست نفسي حجست التذاكر رتبت الأمور يبقى هنا في ترتيبات يعني خلاص كده تمام يبقى هستخدم المضارع المستمر اللي هو تكوينه ازاي بتكون من زائد الفعل في المصدر زائد وكمان عندي النفي بتاعه وراهم ووراهم الفعل في المصدر الاستخدام بتاعنا بيقول خلاص أنا رتبت نفسي رتبت حياتي رتبت جهزت الشوناط حجزت التذاكر يبقى هنا في المثال بتاعي بيقول أنا خلاص اشتريت التذكرة ومسافر بكرة لندن التعبيرات بتاعتي اللي ممكن استخدمها المثال بتاع بيقول بيقول استخدم ترافل يبقى نشوف الرابع زمن سوري انا بدلتهم كالمفروض اول لكن مش مشكلة عندي رابع حاجة اللي هو زمن المضارع البسيط والمضارع البسيط بنستخدمه لما اكون بتكلم عن جداول مواعيد جداول المواعيد والمواعيد السبتة هنا زي مواد الكطارات مواد الطائرات السينما والمسرح ومواعيد الدراسة بنستخدم المضارع البسيط المضارع البسيط بيكون من الفعل في المصدر مع اي وي وي وزي وي اي اسم جمع المضارع بمعا اس الفعل في المصدر مع اس مع اي وشي وقت واسم المفرق نلاحظ ان هنا لو استخدمت كلمة arrange have arranged has او have prepared بنستخدم معايا present continuous اما لو استخدمنا decide we intend we plan بنستخدم be going to وهنشوف معنا تمارين دلوقتي او الزي بيوضح لنا ان انا في اعملها ازاي اا ندخل نشوف مع بعض ازاي نعمل جمل هنا في رقم واحد بيقول يبقى طالما عن دينية يبقى استخدم be going to يقول she is going to buy a car next week بنبدل كلمة intends we keep going to بدل they arranged طالما في arrangements يبقى استخدم المدارة المستمر اللي they arranged to travel tomorrow يبقى كلمة traveling هشيل arranged to وحط المدارة المستمر or they are traveling tomorrow ايمن ايمن has decided to buy a car طالما decide وintend وي plan لازم نحفظ الثلاث افعال دول طالما شفتهم في الجملة بس تعيد عنهم be going to يبقى ايمن is going to buy a car my uncle promises to buy promises to buy me a new mobile a new bike next week هنا طالما في وعد يبقى استخدم ويل زائد الفعل في المصدر يبقى انشيل promises وحط ويل زائد الفعل في المصدر my uncle will buy me a new bike next week الدرس الثالث والرابع في الوحدة العشرة نشوف الكلمات بتاعتنا stopping train express train air conditioning rail card platform sports center breeze price certainly business man ticket office mind explain fantastic communication condensation exactly status status free island light wind huge railway 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 journey crowded transport form train timetable coach passenger distance trip الconjugations of regular verbs get on got on got on till told told break broke broken faster slower cooler warmer cheaper more expensive arrival departure inside outside miss catch language language we pavement and platform payment pavement هو رصيف الشارع اللي الناس تمشي عليه بعيد عن العربيات أما بلاتفورم فهو رصيف المحطة في رصيف للكطور عندي on وات الon بتستخدم مع أيام الأسبوع أما الات قبل الساعة والأوقات كلمة journey معناها رحلة طويلة لمكان بعيد وي ترب معناها رحلة قصيرة معنا الكلوكيشنز اللي هي المتلازمات اللفظية لما يجي أول يركب أو ينزل من المواسع المواصلات ويكون عندي فاصل قبل وسيلة المواصلات زي ال-a أو ال-an أو ال-his أو أي صفة ملكية أو the لأدات التعريف بنستخدم إما get on أو off أو get into أو get out of لنستخدم get on وget off مع الوسائل الكبيرة اللي ممكن أمشي جواها أو off جواها أو الوسيلة اللي بتتركب من فوق زي ال-bicycle والhorse والكامل زي ما إحنا شايفين get on وget off طيب get into وget out of مع الوسائل الصغيرة اللي مش ممكن أقف قوة ال-important expressions ويال-propositions عندي express train with air conditioning make it cooler ask for help in 15 minutes time along the way do a quiz take about 4 hours come back side of the Nile arrive a little bit late leave from platform 1 10 minutes early late 4 much faster meeting with a problem with go on a journey start in 30 minutes get ready it doesn't matter miss the lesson have a good trip عندي buying booking a train ticket ازاي اشتري او احكز تذكرة للكطار نستخدم الصغط السؤال دي can I book can I book a single or return ticket to واقول اسم المكان we please في الاخر زي المثال can I book return ticket to a swan please لو جينا سألنا على درجة الكطار المفضلة بتاع المحطة بيقول لي would you like first or second class لو انا بسأل على نوع الدسجرة رأى الدرجة انهي درجة يقول would you like first or second class هي قول لي I like first class او economy اه 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 لمعرفة المدة التي يستغرق الكطار طول المدة الزمنية بنسأل ب how long how long does the the express train take المدة اللي هيخدها الكطار السريع في الايجابة اللي takes it takes واقول المدة to reach its destination لمعرفة الثمن التذكرة احنا بنسأل على الثمن ب how much is للمفرد how much is the single ticket please اللي it's twenty six pounds لمعرفة الرصيف اللي بتحرك من القاطر هقول could you tell me which platform the train leaves from هيرض يقول لي it leaves from platform three لما نيجي نشوف ال situations هنا بيقول لي you want to book a return ticket to us one يبقى لما عوز احجز تذكرة هسأل تقول could you i want to book a ticket please can you book me a ticket please انا قل can i book a return ticket طالما هي مذكرة return ticket a return ticket to us one طالما هي طالما هي السؤال السؤال التاني بيقول لي someone asks you what time does the train to cairo leave يبقى it leaves at six o'clock مثلا or the train or the train to cairo leaves at you want to know the price of the return ticket how much is the return ticket to Alexandria what is the price the assistant asks you which do you prefer the stopping train or the express train طالما الاسيستانت هو اللي بيسألني يبقى i like the first train the is لو واقول stopping train او express train اياهما تفضل ممكن انا افضل اللي هو الexpress train يبقى i like the express train a tourist asks you where you can buy a train ticket to Aswan طالما ال tourist asks me يبقى انا هجاوب هقول الاجابة يبقى اقول you can buy a ticket at the station من المحطة معنا تمرين على الوحدة العشرة عندي تمرين ريرايت بيقول the bus is Luxor sorry the bus to Luxor is at eight am يعني الاوتوبيس اللي رايح الاكسر هو معاده الساعة تمانية عندي هستخدم احنا قلنا مواعيد الكطرات مواعيد الاكترات مواعيد الباصات مواعيد السبتة بنستخدم الزمن المضارع البسيط هنا يبقى بص بص تول Luxor leaves at eight o'clock رقم اثنين هند plan to spend the weekend in alexandria اللي استخدم going احنا ناخد بالنا ان planned و intend و decide التلات افعال دول بستخدم بدلهم be going to يبقى هنا هقول هند is going to spend the weekend in alexandria رقم تلاتة i have intended to meet my uncle tomorrow هنستخدم be going to يبقى i am going to meet my uncle tomorrow ويبكده نكون خلصنا الشرح الوحدة العشرة كتاب صف الثالث الاعدادي شكرا لحسن المتابعة واللقاء في حلقات جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته